اهلا بكم في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم في قطر 20-22-54 دولة بدأت هذا السباق لعبوا 148 مباراة على أراضي أفريقية وسجل عدد الضخم من الأهداف 32 فرق فريقا من أفضل فرق العالم ستصل قطر في نوفمبر لكي يشاركوا في أكبر جائزة للاتحاد دولة لكرة القدم وهو كأس العالم وهي أفضل وسيتاهل إليها أفضل فرق إفريقيا أيضا ونتشارك معهم في أحلامنا في دولة في الكاميرون والآن نحن موجودين هنا من أجل إجراء القرعة التي ستحدد المواجهات بين الفرق العشرة بحضور كل مندوب الفرق العشرة ومندوب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعد أمن لتطوير كرة القدم في العالم الآن نستمع إلى سيد جاني انفنتينو سيدي باتريس موتسيبي سيدي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي مندوب الفرق المتعهل المرحلة الثالثة سيداتي وسادتي هذا هو يوم إفريقيا كأس أمم إفريقيا الآن في منتصفه ومع بداية دور الستة عشر التي ستبدأ باكر وأنا على ثقة من أننا سنعيش لحظات كرة قدم عظيمة كنت موجودا معكم في الكاميرون منذ أسبوعين أشاهد هذا الشغف وهذه المهارات الإفريقية وأنا أتطلع بالفعل إلى ترحيب بالفرق الإفريقية المتعهلة إلى كأس العالم في قطر الجزائر واحدة من الفرق العشرة الموجودين في هذه المرحلة من التصفيات بالفعل قد حققوا نجاحا في الدوحة بعد حصولهم على كأس العرب ومن الممكن أن نقول أن أيما كان سيتأهل من تلك المباراة الخمسة بالفعل سيثري كأس العالم في قطر 2022 والفرق الإفريقية سيكون لها الفرصة لكي تشرق نحن سنزيد الفرق الإفريقية من خمسة إلى عشرة فرق في كأس العالم المقبلة وسنرى نجوما كبيرة تتألق أتمنى لكل الفرق العشرة في هذه التصفيات الأفضل في المباراة المقبلة حظ طيب للجميع وأراكم قريبا شكرا حقا ستكون مناسبة جيدة جدا لهذه الفرق العشرة في أسبوعه في أيامه الأولى لكرة القدم في رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال السيد موتسيبي رئيس الاتحاد المنتخب أن كرة القدم الإفريقية ستشهد عصورا أفضل رحبوا معي بالدكتور موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شكرا جزيلا لكم نحن في أفريقيا نعرف أن أفضل طريقة لكي نحصل على هذا الاعتراف والاحترام هو في مجال الأداء واللعب وهذا ما قلته خلال العام الماضي والشهور القليلة الماضية هو أننا نريد أن ضمن الفرق الإفريقية التي ستتأهل إلى المشاركة في قطر أنهم ينبغي عليهم أن يبنوا على هذا العالم العمل العظيم الذي عمله روجي ميلا في كأس عالم 1990 الفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم لا بد أن يكون لها هدف وهي تشارك في كأس العالم بشكل عام وبداية من قطر هو أن تصل إلى المباراة النهائية وأنا لا يس لدي أي شك أننا نستثمر في محلي في القارة الإفريقية في هذا الاتجاه ومع هذا الدعم الذي نلقاه من الفيفا وخاصة من أخي جياني أنفنتينو أنا على ثقة من أن الفرق التي ستتأهل إلى كأس العالم وكذلك الفرق التي ستتأهل في المراحل المقبلة في كأس العالم المقبلة ستجعلنا فخورين إذن حظ طيب لكل الفرق العشر المشاركة في هذه التصفيات ونحن نعيش تجربة عظيمة في الكاميرون تظهر لنا كل ما هو الأفضل في كرة القدم الإفريقية كنت أتحدث مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنني قلت له أنكم ستكونوا أفضل وهذا ما قلته بعد مباراتهم أمام كودوفور شكرا لكم جميعا وحظ طيب كرة القدم الإفريقية بالتأكيد ستكون ضمن الأفضل شكرا جزيلا شكرا سيد الرئيس إلى الحدث الرئيسي التصفيات للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 ندعو الأسطورتين إفريقيتين قاد فريقه التوغولي إلى كأس العالم في ألمانيا وحياته اختلفت مدى ذلك الحين أرحب معي بأسطورة كرة القدم الإفريقية إمانويل إيدي بايور والآن إلى الرجل الآخر الذي ظهر على الساحة العالمية عام 2002 في كأس العالم في اليابان وهو غير الكثير من أفكار من أفكار السنغاليين والأفارقة الحاج ضيوف شكرا لضيفينا سأبدأ مع الحاج ضيوف الحاجم أحدث محل الفيديو العالمية فعلا للحيقة بعيدة لاحظة أفكار أمخال أنت هنالك سأبدأ أمخال حيث أرس أن سأبدأ لtery سأبدأ لقد أن أعطتنا فقط لنا مستهارات مني الجنسيين التي أعطتنا لنبع المعروف اليوم في النبوة الأمريكة لأنها كبير مشاركتها والذي يجب أن نحن شيفنا هم الأمريكسة المعروف لنا نابع بهم ونبدأ كل حديث سعيدنا بأننا بأكبر ، سأتحدث إيمانوال عام 2006 كنت كابتن الفريق كشبية ، لكن ما كان ذلك لذلك مجموعة. لكن ما هي خبراتك؟ أعتقد أنه كانت أفضل لحظات حياتي وأمانوال عن طبيعات وخاصة أنني أطيحت لي الفرصة أنني أتي من دولة صغيرة مثل توغو وأن أكون ممودة في هذه المرحلة كان حقيقة وحلم أن أكون لعب كرة قدم ولكن الحلم تحقق واتحقق بشكل كبير عندما أكون على هذا المستوى في كأس العالم أنا نحن كما قال السيد الرئيس الاتحاد الأفريقي نحن نسعى إلى أن نكون القراء الأفضل لدينا كل شيء نحن نستثمر وقت كبير لكي نكون من الأفضل نكون على مستوى منافسة تلك الدول المتقدمة وعلينا أن ندعم قارتنا وندعم شبابنا ليكونوا أفضل ولنعرف ماذا سيحدث والآن هو قد حان الوقت لكي تسعى أحد الدول الإفريقية في إعادة كأس العالم إلى إفريقيا والفوز بها شكرا لكم لا تتركنا سأستطيع سيد سامسون مدير القرعة في الكاف لكي يجري هذه القرعة شكرا ميمي مساء الخير سيدة سوى السادة وقبل أن ندخل في مرحلة القرعة أتوجه بالتهنئة لكل الفرق العشر المتاهلة للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم لقرعة قدم في قطر 2022 وأتوجه بالشكر لضيفينا عشرة فرق تأهلت تقسمت إلى مستويين طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي إلى مستويين مستوى الأول المستوى الثاني المستوى المباراة الأولى ستلعب على ملعب الفرق ذات الترتيب الثاني وهذه الفرق المستوى الأول هي السنغال المغرب تونس الغزائر نيجيريا المستوى الثاني مصر الكاميرون غانا مالي الكونغو الديمقراطية كما رأيتم أفضل عشر فرق في القارة وقبل أن نبدأ في إجراء هذه القرعة ننظر إلى سنبدأ ب بوعاء اثنين وهو فيه مصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي والوعاء الأول يمثل المستوى الأول أو التصنيف الأول الجزائر والسنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا سنبدأ الآن سنبدأ بالوعاء رقم اثنان من فضلك اخلط الكرات بعناية الفريق الأول مصر ايجيبت وهو أول الفريق هو أول فريق من إفريقيا يشارك في كأس العالم لكرة القدم في تاريخ القراءة الإفريقية وسيلعب أمام الفريق الذي سيسحبه إيدي بايور سنغال 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 تارانجا لايونز هو فريق الحاج ديوف والذي جعل إفريقيا فخورة في عام 2002 عندما كان الفريق الثاني الذي يصل إلى الدروب النهائي بعد الكاميرون والظهور الثاني لسنغال كان في كأس عالم 2018 لنرى ما هي النتيجة الآن من الوعاء رقم اثنان المباراة الثانية الكاميرون 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 من المستوى الثاني هي المباراة الثانية وهم وصلوا إلى كأس العالم سبع مرات أكثر من أي فريق أفريقي آخر وهو أول فريق أفريقي يصل إلى ربع النهائي في كأس عالم 1990 في إيطاليا كابتن إيدي بايور الفريق الذي سيواجه الكاميرون في المباراة الثانية الجزائر الجزائر الجيريا الكاميرون ستواجه الجزائر الذين تأهلوا إلى كأس العالم أربع مرات وهم أبطال كأس أفريقي السابقة وأبطال العرب وهم أول فريق يسجل أربعة أهداف عام 2014 أمام كوريا الجنوبية عندما فائزوا أربعة أثنين المباراة الثانية هي بين الكاميرون والجزائر المباراة الثالثة حاج ضيوف غانا غانا من المستوى الثاني فائزين بطولة أفريقيا أربع مرات ولعبوا في كأس عالم عشرين عشر في جنوب أفريقيا وغانا شاركت ثلاث مرات في كأس العالم ولنرى من سيواجهون في الدور الثالث والنهائي في التصفيات غانا ستواجه نيجيريا 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 الذين ظهروا في كأس العالم أكثر من مرة ولنرى من سيتأهل من هذين الفريقين الغرب أفريقيين حاج ضيوف جمهورية الكونغو ديمقراطية ديرها كان كونغو يتأهل الكأس العالم عام 1974 في ألمانيا وهو فازه بكأس إفريقيا مرتين وسنرى أي فريق سيواقه أما المغرب أو تونس جمهورية الكونغو الديمقراطية ستواقه المغرب إذن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستواقه المغرب المغرب شاركت في كأس العالم خمس مرات وهو الفريق الأول فريق إفريقي يتأهل من مرحلة المجموعات عام 1986 والآن الفريقين الأخيرين مالي كما نعرف من التصنيف الثاني وكان لها أداء كبير في السنوات السابقة على المستوى الإفريقي ولنرى إذا كانوا سيتأهلوا إلى كأس العالم في قطر وهم بالتأكيد سيواجهون تونس نسور كارتاج عام 1978 صنعوا التاريخ في الأرجنتين عندما كان هو أول فريق إفريقي يفوز على فريق من خارج القرى الإفريقية فازوا على المكسيك 3-1 وقد ذهبوا إلى كأس العالم خمس مرات بهذا نأتي إلى نهاية هذه القرى لننظر إلى الفرق مرة أخرى المباراة الأولى ستكون في مصر مصر ستواجه السنغال في مصر أولا ثم الكامرون أمام الجزائر غانا أمام نيجيريا جمهورية كونغو ديمقراطية أمام المغرب ومالي أمام تونس أو تونس وتلعب المباراة الأولى على أراضي الفرق التصنيف الثاني أولا والمباراة ستلعب من الثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين من مارس المقبل أنا أتمنى جانبي أتمنى لكل الفرق حظ طيب وأشكر أسطورتين الأفريقيتين على ظهورهما معنا واشتراكنا واشتراكهما في هذه القرى شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعض المتحدة أمام المتحدة هنا إيمانوال، سأبدأ معك ما تعتقد بك؟ إنه ممتاز جميل إنه ممتاز جميل عشر دول كبرة في كلة القدم كل الفرق المشاركة العشر هذا شيء مشوق أتمنى لكل الفرق حظ طيب ولبدا أن يعرفوا أن هناك فريق من ممتازة أمام المتحدة من الدول التي تتوقعها؟ أعتقد أن كل المواجهات ستكون صعبة مواجهة غانا ستكون صعبة لأن مواجهة غانا ونيجيريا ستكون صعبة جدا مصر أمام السنغال كنا نتحدث عن هذه المباراة عن هذا الصباح وأعتقد أنها ستكون صعبة ولكنني أتطلع إلى من سيتأهل وأيما كان سيتأهل سنشقعه لكل الفرق العشر حظ طيب ستكون صعبة جدا ستكون صعبة جدا ستكون صعبة جدا ستكون صعبة ستكون صعبة جدا ستكون صعبة جدا ستكون صعبة جدا وریعاة ستكون صعبة جدا ستكون صホية كم حزاب事 بسبب الكلمة.. Middle-Nigere and Nigeria have a very good team and I think that the matches will be played on details and its a match back and they will not have a lot of time for concentration, for recuperation and because there are talents like the Senegalese I think there is no problem Thank you very much, Alhaji Diouf There you have it That's it for today وهنا نأتي إلى نهاية أحداث اليوم شكرا لسامسون شكرا لدي بايور وحاجة ديوف وشكرا لكل من حضر معنا وشاهدنا على شاشة التلفزيون وننظر إلى رؤيتكم في قطر ولنجعل إفريقيا فخورة لنرى ما نتوقعه في قطر ابقوا في أمان يا إفريقيا ابقوا في أماني في إفريقيا يا إفريقيا